السلام عليكم جزء من المغرفة التي صنعتها بريطانيا للجانب المصري أو في الشعب المصري عندما احتلت بريطانيا مصر وكانت بركت بقى مدة طويلة أو جثمت على صدر المصريين كان عندها وجهة نظر أو رؤية معينة لموقع مصر استراتيجياً وإزاي أنها تبقى تكيئ لها للقفز على بعض الأماكن في أفريقيا ولكن كان النفوذ الفرنسي أقوى في الأماكن دي فكان موجود مصر والسودان كاحتلال انجليزي يعني كانت قوة لهم قالت أن احنا مسكين عصب أفريقيا بينما فرنسا أو باريز مسيطرة بقى على الجانب الغربي والجنوب والوسط والشمال يعني مغطية فإفريقيا دي يقولك ده مستعمرة فرنسية كبيرة شوية لكن وجود مصر والسودان كان مهم جداً وبعد طبعاً الأماكن الأخرى مش عايز بس يأنسى حاجة أكيد مش مصر والسودان بس بس يعني هي دي الحتة اللي كانت تاكئة لبريطانيا ومهمة لها جداً وهي عملت فيها بقى إيه إنفرستركشور وسكة حديد واتصالات وبتاع وسكنات عسكرية في كل حتة علشان تضبيط الأداء بحيث أن احنا خلاص ده يعني محطة مهمة لنا في المياه الدافئة تمام تمام طيب وعشان حد ما حدش يديقنا لازم مصر دي تكون مراضية الجميع يعني ايه شركات فرنسية عايزة تفتح تعالى افتح عندي أنا مش ضد فرنسا عشان ايه أنا مسك عاصة بأفريقيا وشمالها وعند قناة السويس كبريطانيا يعني ولكن كل أفريقيا في عب وفي كرش فرنسا وغيرها فاللهو في أي وقت أنا قوتي أو قوة اللي أنا مسيطر عليها مهما كانت لها يا ثقل قدام ده كله تعمل ايه فلازم أراضي اللي حوالي وانعش ده وانعش ده وانعش ده فرش ورشة كده على الفرنسيين على الهولنديين على البلجيكين لذلك القاهرة كنت تلاقيها يقول لك جميلة وشوف وسط البلد وبتعضها ما هي دي الضريبة اللي كانت لازم تدفعها بريطانيا علشان محدش يبصلها في لقمتها كان لازم يبينوا ان احنا دولة متقدمة متطورة المستعمرات بتاعتنا شوفوا أحسن من فريق من بريس ازاي شوفوا المستعمرات الفرنسية عاملة ازاي ومستعمرات نحن عاملة ازاي فمصر كانت مثال او موضل بريطانيا كانت عايزة تتباهى به وعايزة تقول لك بص ده انا حتى مش منعة ان الانداد بتوعي فرنسا او هولندا او بلجيكا مش منعهم ان هما يستثمروا ويبقى ليهم بنوك ويبقى ليهم يعني في مثلا ناس مليونيرات ولا بتاع ده يجو يبني استراحة في مصر مثلا ولا على البحر ولا اماكن خد يا عم زي انت عايز وهات المستشرقين يكتبوا طبعا جابوا شوية كتاب عسل يعني ناس من بريطانيا وناس اصلا من بريطانيا بس عايشين في امريكا تعالوا اكتبوا واعملوا رحلاتكم عن مصر وعن الشعب المصري وعن عن عن وفي ناس للأسف تأثرت بهذه الواجهة اللي عملتها بريطانيا من المصريين وبدأوا يصدقوا فعلا بريطانيا ده بتحبنا وبيحبوا مصر جدا شوفوا جايبين وبيكتبوا عننا ايه شوفوا الرسومات شوفوا الكتب البريطانية كتبين عننا ايه ورسمينا ازاي يا سلام ده ناس لطيفة خالص يا راجل وبيدوا مرتبات كويسة بيدفعوا كويسة وإذ بينا نفاجأ نحن الشعب اللي صدقنا او جزء اللي صدقنا كده وإحنا قليلين طبعا لو انا افترضت ان انا منهم يعني ده كان معظم من طبخة البرجوازية والمنتفعين والموظفين الكبار في الدولة عند البريطانيين والشرطة المصرية كانت يعني قسم الشرطة المأمور او يعني بالمأمور بكله خدمين او بيسمعوا كلام ظابط انجليزي انجليزي ما يسواش تلاتة نكلة قاعد في احسن مكتب في قصر عاملينه قسم شرطة اصور تاريخية قاعد في المكتب الرئيسي او الغرفة الباه والرئيسي بمكتب فخر وصور وكا يعني وايقونات وبتاع قاعد باشا كلهم لازم ياخدوا امضة الواد الانجليزي ده اللي عنده سنة 28 سنة 27 سنة مش رد عالية يعني بس من مأمور لالعسكري كله بيسمع الكلام فكان كل الناس دي معظمهم ولائيا لبريطانيا حبوا بريطانيا ومختنعين انهم ناس متمدنين وجايين ننظفونا البلد وشوفوا عملوا ايه وكل الكلام ده بس اغلبية الشعب الناس بقى فجأت في مواقف معينة مش بس حاس الدنشواي لا لا ده دنشواي دي حاجة بسيطة جدا وحاولوا يزينوها ويحلوها لا كان الموضوع كان فيه تحرش بالنساء المصريات اللي كان يعني شالوا الفيلم من الفيلم ومن المشهد ومن الروايات التاريخية شالوا منها حتة التحرش بالانسة او بالفتاة وسبب ايه اصلي كان بيستادوا فمش عارف ايه فواحد فراحوا ضربين الواد الانجليزي فالانجليز جم قتلوا الناس وشنقوا بقى الناس في المحاكمة والقصة اللي حضراتكم سمعتوها لكن الموضوع اصله كان تحرش بفتاة وما اكثر كانت تجاوزات بتاعت الجنود لان معظم الجنود اللي كانوا في مصر بيدروها بقى ويشغلوها وبيقمعوا الناس كانوا من الهنود اللي جايباهم بريطانيا من الهند بالاجرى بقى علشان ايه يمشلهم الدنيا في مصر الجنود والعسافر فكانوا بيتجاوزوا سواء الجنود او الانجليز او الاستراليين اي حد من جلب البلد البريطانية او التاجر البريطاني كان ليهم تجاوزات اما يذكر او حتى من غير ما يذكر عايز يكسر حد يروح داخل بيته وطبعا كان ناس للاسف الحاجات دي ما اتجابتش قوي في الافلام المصرية او كتوثيق ولكن كانوا عايزين يكسروا عين حد يخدشوا في نص الليل اه بندور على واحد افتح لنا القوض ويخش غرف النساء وبرجليه طبعا عندنا كان البيوت نظيفة طهرة حتى البيوت البسيطة بس المفروض البيوت طهرة ده بيخشوا بجزامهم كده في الاحذيتهم الله يعزوكم على غرف النساء وركن الصلاة في غرفة البنات ويدوسوا برجلهم عادي ولا اي حاجة ويطلعوا بقى هدومها واحيانا كانوا بيتحرشوا بواحدة ست لكسر عين العيلة دي او لكسر عين او لتخويف المنطقة كلها وكان في ناس بتسكت وفي ناس كانت بتتنحرر وتتقتل تتنحرر يعني تتعصب وبتعبت عالقة ومش يتقتل ممكن كانوا يدولوا حعلقة محترمة في الاسم ويرجعوا تاني متكهرب متبهدل الحقيقة يا اخوة كان غرفة جامدة جدا للشعب المصري انه او للناس اللي فاكرة ان بريطانيا جاية تلمعنا وتنظفنا وتعمل لنا وبيحبونا كلام الفارغ ده في الوجه الاخر الوجه الكلح كان في الاماكن الشعبية في وسط البلد حتى ما كانش بيهمهم كانوا حتى ما بتفرقش معهم يعني لان الشعب المصري كله كان تقريبا مية واحدة او عقيدة واحدة او ثقافة واحدة يهود ومسيحيين ومسلمين ما كانش عندنا قديا اخر فكان ما بتفرقش معهم دول ايه وكانوا انتهكوا حرمة المنازل والبيوت وادي وهين وبهذل وما فيش اي اعتبار على قال لي يا اخي العادات اللي المفروض هم عارفينها الانجليز قعدوا كتير في مصر وعارفين عاداتنا وكتبوا عنها في كتبهم وقال لك ايه للا النساء ايه للا النساء الراجل ممكن يعني ياخد على افاوي يتبهدل ويسكت ويتهان وبتاع ويهزقوه ويبهدلوه عيلته كلها ايه للا النساء اقل عيلة في العيلة حد عسكري يعمل معها مشكلة ولا بتاع ده يقول لك الحارة كلها تقوم عليه ولكن للأسف قمعوا ناس كتير وارهابوا ناس كتير فبقى في حالات بيحصل فيها تحرش بالعنصر النسائي وما حدش بيعمل حاجة وبقى الناس تخافي يقول لك لا يا عم الناس دي ما لعندها ضمير ولا شرف البريطانيين دول لما بيعملوا الحاجة ما بتفرقش ولا بيقدروا ان احنا بنصور لشرفنا فالحقيقة دي كانت صفحة سوداء الحمد لله انها هتطوت للأبد ان شاء الله ما بتعودش هذه الايام وكان دليل قاطع على ان الناس دي دي ثقافة عامة مش حالات فردية الحالات اللي بيجيبوها في مسلسلات او كده يا خواجة جوني وبتاع لا سيب الست دي دي تتابعي وبتاع ده لا انا مش حقوا ياخدوا في الاسم وبتاع يتخنقوا وبعد كده ينتقموا من الضابط ولا من العسكري الانجليزي الكلام ده نادرا ما كان يحصل ان احنا ننتقم لكن اللي كان غالبا بيحصل ان كلهم تقريبا وعن قصد سواء سكرار او غير سكرار كانوا يحبوا ان هما يكسروا عين الشعب المصري ودي تحس انها طريقة ممنهجة لغرف ثقافة وعقلية المصريين فاغلى ما يملكه في حرمهم واهنت الرجال طبعا بسليب مختلفة ومتنوعة دي ممكن تناولتها السينما والدراما المصرية دي كانت هي الصفحة اللي بتناولها النهاردة معاكو في مغارف دائرة المغارف البريطانية ليه انا بكرر وبعيد الحاجات دي كي لا ننسى كي لا تتكرر لان لما دينا ظهرنا لاحد الشعوب العراق شوفوا عملوا فيهم ايه بريطانيين وامريكان هما هما مش بتفرق كتير شوفوا عملوا ليه في ابو غريب شوفوا عملوا ايه في النساء في الستات رجالة في الاطفال ده ما فيش ايمان ولا عقيدة ولا اخلاق ولا تربية وتحس انها ممنهجة يعني كله مأمور انه يعمل نفس الحاجة وكل واحد بكيفه بقى بطريقته يعني بص اكسرهم بس بطريقته وخلص الكلام يا رب يكون الفكرة واضحة كي لا ننسى وكي لا يتكرر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا يله الا انت استغفرك واتوبه لك شوفكم على خير في حفظ الله سلام عليكم